أو يعني الخناء التي تعقد كل عام في مثل هذه الأوقات ومسألة الاحتفالية بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداءً لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منحة من الله سبحانه وتعالى لخلقه منحة من الله منحة ربانية للخلق هذا النبي العظيم الذي ذكره ربه سبحانه وتعالى ووصفه بأنه رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها هذه كل هذه الأشياء لا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى في نهايتها لقال لو كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذن يا أخواننا لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيّن للأمة جميعا أن الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يأتي على دليل على هذا الحب كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا أو كفى بهذه الآية كفى بها دليلا على الحض والتنبيه والدلالة على وجوب إلزام طاعته صلى الله عليه وآله وسلم كفى بهذا دليلا على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم ولزوم فرضيتها على المسلمين إذن في بداية الأمر لا بد أن تعلم أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرج الناس من الظلمات ظلمات الكفر إلى نور العلم والإيمان من ظلمات الجهل والشرك وقانون الغاب إلى القانون الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وإلى الهداية الربانية التي أرادها الله عز وجل لخلقه فجاء بالإسلام بشيرا ونذيرا لخلق الله سبحانه وتعالى وعليه وعليه فاليوم إن كنا نريد أن نذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أتكلم الآن ولا أحقق هل ثبت أو لم يثبت والراجح أنه لم يثبت دليل صحيح على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول لكن الثابت أنه ولد يوم الاثنين الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين إذن تعالوا بنا لنأخذ منحا آخر في هذه القصة الطويلة التي تشغل بال كثير وقطاع كبير من المسلمين وهي